موسيقى 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 السلام الرحمن الرحيم حزب عدلة والتنمية وعلى رأسه الأمير العام رئيس الحكومة المكلف سابقا تحمل مسؤوليته بعد انتخابات 7 أكتوبر أن يشكل المساعدة المذكرة للحكومة بمنهج استحضر في المقام الأول مصلحة الدولة ومصلحة المجتمع في ذلك عرف المغاربة أننا حرصا على هذا المقصد تنازلنا تنازلت مؤلمة في قضايا عام العام المغربي فهل حاجة للعودة إليها في الوقت الذي لم نرى في الزوال الأخرى تنازلت تؤكد منطق التوافق ومنطق التعاون المشترك لا يهم في النهاية السعب ديرام الكيران تنازلت كثيرا وجاء إعفاء مجب بلغ الدول الملكي وتم تكليف الدكتور السعب ديرام الكيران في ذلك نحن نقول بأن السعب ديرام الكيران لم يفشل الذين أفشلوه معرفون اللي يذكرهم البلغ دي العمل العام يوم السعر مارس واللي مهم اليوم مش هو هذا هذا أصبح وراء ظهورنا المهم اليوم أن العدالة والتنمية يرعص الحكومة في شخص دكتور سعددي العتماني ورغم مرات اللحظة والقرار الذي تم لكننا قنا الوطن أولا في ذلك نحن اليوم وراء حكومة دكتور سعددي العتماني مساندون ومداعمون لكي تنجح في مهامها في هذه المرحلة التي طبعا هي صعبة والحزب في النهاية هذه المعاشة هو مخاد حقيقي لكنه هو مخاد سينتج إن شاء الله مخرجات من شأنها أن نستمر في مهمتنا كأنصر إصلاح في هذا البلد لأننا حزب يعتز بثقة المغاربة فيه هذه الثقة يجب أن نستجيب لها عاليا من موقعه تدبير الشعر العام الطربي والوطن المرحلة التي جاءت بعد 15 مارس تفاعلنا معها وقررنا بشأنها ما قررنا في إطار مؤسساتي للعمال العامة بطريقة مسؤولة وقادنا في تلك اختيارات الأمي العام نفسه سياد ديلا بن كيران فما تم من اختيارات عموما تحمل فيه كل المسؤولية وحزب العدالة والتنمية حزب يقدر أن يتفاعل مع المواطنة التي تريد عليه وتفاعل معها في ذلك كان اختيارنا أننا نسهلوا المأمور يجب ديلا بن كيراني وتم تشكيل حكومة في النهاية يعني فاعد أبدينا بن كيران ليس عمر سهلا لو مر بشكل سهل لا أنكرنا عن فسنا فهو عمر صعب جدا لكن تعاملنا معه بما ذكرت واللي مهم أنه يمكن حراك حقيقة داخل الحزب يعبر عن نفسه أحيانا في فضاء التواصل الاجتماعي بتدوينات قد نلحظ على بعض بعض الملاحظات لكننا لا يمكن أن نفرط في حقوق إخواني أخواتنا في التدوين لأن حرية التعبير مكفولة مهما يقع الشطط في بعض التدوينات لكننا نصول حرية التعبير ونقول بأنه الأولى لمعالجة قضايا الحكومة والحزب أن تناقش داخل المؤسسات المؤسسات سوف تشتغل وتدرس كل القضايا وإن شاء الله سوف نواصل مسيرتنا الحزب كما قلت متماسك قوي في حرك داخلي وعنصر قوة لكنه ليس بالصورة التي يريد البعض أن يسوقها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر